بسم الله الرحمن الرحيم. طلب بيت وطالبات الصف الاول السنوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر اشرف الهادي يحييكم. اه وهقدم لكم النهاردة اه مراجعة سريعة. اه طرق حال المسائل عشان في ناس بتقابلها مشاكل تراجد ده في حال المسائل. اه المول والمعادلة الكيميائية. وطرق وزن المعادلة. وعدد افو جادرو. والمادة المحددة للتفاعل. اه تابع معي. اه وشوف ده. الفيديو ده. بطريقة كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات. عفوا. وكذلك هندخل بقى نتطرق الى طريقة حساب الصيغة الاولية والصيغة الجزائية للمركب الكيميائي بطريقة حسابية. اه وطبعا اه ده بيمثل الجزء الاخير في الباب الثاني. ماشي. اه طبعا في جزء تاني نتكلم فعلا عن نتج الفعل ونتج النظري. بس انا الاول عاوزين نفهم الصيغة الكيميائية لان طبعا المشكلة بتقابل معظم الطلبة اه طريق كتابة الصيغة وكذلك حساب الصيغة الجزائية والصيغة الاولية. بس الاول لازم نفكرك بطريقة كتابة الرموز. اه اه وانا جسعب لك طبعا جدول بيوضح لك اه رموز اهم العناصر المجمعات الزرية وتكافؤاتها. لان انت من غير حفزك للرموز والتكافؤات هيبقى صعبة جدا تكتب ايه اي رمز كيميائي. اه ومفكرك برضو في خلال هذا الفيديو بطريقة تبديل التكافؤات. اه ورموز بعض المجمعات الزرية الهمة اللي تستخدمها. اه فيه اه شغلة خلال كتب الصيغ اه وحساب الصيغ الكيميائية اه سواء كانت اولية او جزائية. اه طبعا احيانا ممكن اه تجد اشتراك عدة مركبات في نفس الصيغة الاولية. ده هتلاحظوا كتير وخصام في مركبات الهايدروكربونية او اه واحيانا بتكون الصيغة الجزائية مساوية للصيغة الاولية في بعض المركبات زي مثلا الميسان اولية وجزائية المية اولية وجزائية اه وهكذا. اهم حاجة بس تتبع اه القوانين كويس عشان تعرف اه تحل المسائل وانا اجيب لك انواع كتير وامسالة كتير خلال هذا الفيديو اه وبحل لك بعيد الطرق لان طبعا ايه مواصل من كتب الخارجية الخارجية كل كتاب حل بطريقة والله اه شوف الطريقة لاسهل لك سواء باستخدام الجداول او باستخدام الحل اه العادي البسيط اهم حاجة في النهاية اه توصل للحل الصحيح طبعا احنا لانت حالة النظام الجيد بنجيب لك اختر اه ولكن عشان تعرف طبعا تختار الصح لازم ايه في المسائل بالذات تحل المسائلة الاول بالخطوات اه وبالطريقة اه اللي انت شايفها انها مناسبة بالنسبة لك وبعد كده ايه اه تختار الاجابة الصحيحة على كل حال اه الفيديو طبعا ده فيديو بسيط وسهل فانت ممكن تشوفه وهحاول اسيب لك بعض الاسئلة في صندوق الوصف اه واختبارات للتدريب الكترونية اه حاول تحل اكبر قدر من الاسئلة وبعد ايه الاسئلة اللي فيها تعقيد واللي مالاش علاقة بالكاميا اللي بعض الكتب الخارجية بتحاول ايه اه تزود فيها العيار شوية اه وخليك كده ايه زكي انت الكاميا دلوقتي اهم حاجة بس انا اولى اه تخرج وانت حفظ الرموز بتعرف تكتب معادلة مزبوطة موزونة اه بتعرف اه تحل المسائل حسب القوانين اللي المقرر عليك لاني دي تعتبر اه مقدمة للتحليل الكيميائي الكامي في السنواء العام فتأكد ان ما انك سنقوله ده بالنسبة لك مفيد جدا هو لحدد مصيرك اه في الكاميا خصوصا اه وعموما في دخولك قلمي او ادل اه مش هطول عليكم اهم حاجة بس انت ايه ركز كويس وحاول ايه تحفظ الرموز واي جزء اه حس ان هو ايه مش فهمه اه رجعه تاني وبص عليه في الفيديو الفيديو صغير مش يخطب منك وقت يعني هو كبير وقصة ان ايه عشر دقايق بكتير او اتنشر دقيقة اه تابع معي اه ولو في عندك اي سؤال ابعتولي اه سواء في التعليقات او في صندوق الوصف او او على مدونة اه بسر اشرف الهادية الفريدة ده برضو موقع اه بلوجر سايبهولك وبديك اللينك بتاعه او على قناة الكيميا كده في يوتيوب اه ودي كلها حاجات ايه مكملة لمذكرتك بالورقة والقلم لان المواد العلمية اهم حاجة تذكر بايدك بورقة والقلم اه المدرس كل وظيفته بس النوة بيفسر لك ويعرفك الطريق الصحيح لكن انت لازم تحلي بايدك اه علشان اه تكتسب الخبرات تمام اه بتمنى ان انا اه اكون بقدم ليكم مسلا اه مجموعة اه مفيدة من المسائل اه والرموز علشان اه تواجه بيها اه دراسة ويفهم مقرر الكيمياه ازا العين وبشكركم شكرا كبير اه وبتمنى لكم النجاح والتوفيق اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستر اشرف الهادي كابير معلمين الكيمياه بالقاهرة الجديد شكرا في اسألة كتير اه محلولة اه وبطريقة سهلة ومبسطة وطبعا دي عاملالها اه لجميع طلابنا اه سواء في الكهراج دي ده وفي مدية نصر عشان يستفيدوا وتعلموا والفترة اللي جاية هنعملكوا اه بس مباشر برضو اه اونلاين على الهوى بحيث ان انت لو عندك اسئلة ممكن نيتعرضها ونتنقش فيها مع بعض وانا اجعب لك هنا في الفيديو ده كمية كبيرة جدا من طرق حل المسائل على السن ان انت ايه اه تبقى بالنسب لك العملية سهلة في موقع الكتروني بجهز فيه دلوقتي بحيث ان انا ايه ابعت لك فيه اسئلة كتابية وامتحات الكترونية تابع معي وحل اه الامتحات اللي هتلاقيه في صندوق الوصف باستمرار عشان تضرب على الامتحات الكترونية ونتمنى انتو تستفيدوا وتابع معي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر